السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي أعجبني هذا الطبيب العراقي محمد كرماني أعجبني لصراحته وعدم الكبر يعني طلع في اليوتيوب في قناته وطبعا عنده أكثر من نصف مليون متابع طلع في قناته وقال الكلام اللي كنت أقوله زمان غلط هذا خطأ العلم الحديث كذا وكذا جاي بصيرة البطيخ أنا من سنتين من سنتين من 2017 وسنتين في اليوتيوب وأنا بقول البطيخ لا يصبح للسكري لا يصبح البطيخ مشكلة البطيخ مصيبة والناس تطلعوا يعني قل لي هذا حرام وكذا لا والبطيخ ممتاز بقول لك الميت غرام فيهم 14 غرام سكر الميت غرام بطيخ 14 بلاش 14 قول 10 10 غرامات سكر ومين مننا باكل 100 غرام مين بياكل 100 غرام أنا كنت أخلص بطيخ أنا واخوي إبراهيم التركماني بطيخة كاملة بعد الغداء فالإنسان العادي خلينا نقول بدأك تأخذ شرحة بطيخ وزنها 280 غرام هاي فيها 30 غرام سكر 6 ملاعق مصيبة مشكلة هذا بتوقع الحز واحد هاي مشكلة طول عمري هاي بقول طلع الان ايأكد كلامي هذا الطبيب فيها طبك كانت تقول صحن فواكه يوميا موجودة بمجلات وانلاين صحن فواكه يوميا يبعد عنك خطر السكري هاي مصيبة مشكلة كنت أقول الانسان اللي بقول هذا الكلام هذا مغيب وبيشرط عليك بقولك كل موز وبطيخ وعنب وتفاح وبرتقال مشكلة 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 وقلت كذا مرة انه هذا الفروكتوز مشكلة لانه ما بتعاملش معه الا الكبد وبيبطل الكبد يحوله لغلوكوز وبصير يحوله لسمنة ودهون وهذا نفس الكلام اللي بقوله الطبيب نفس الكلام هذا طبعا لما دخل كلية الطب في الستة وستين كان عمري سنة سنة كان عمري وهو بقول انا اتخرجت بالثلاثة وسبعين يعني الو خمسين سنة خبرة قبل يومين طلع وعمل الفيديو هذا وبعث لي يا صديق لي يعني قال لي شوف الفيديو كلامك كله صحيح كل كلامك صحيح وطلع هذا الطبيب مشكورا طبعا وانا احترمه لانه صريح واعترف ما فيه غلط كنا غلطانين وتعلمنا غلط ويقول انها كانت مؤامرة قال هذه مؤامرة مدروسة ومطبوخة لكل العالم سببها لفلوس سببها لفلوس هدفها الاول والوحيد لفلوس هذا صادق على كلامي ويا ما كنت اقول انا البطيخ لا يصلح وهذا فيديو البطيخ موجود هذا فيديو البطيخ موجود وهو يقول ايضا الفركتوز هذا مصيبة طبعا انا حاط عندي فيديو اضرار الفركتوز لمريض السكري والكبد الدهني هذا اللي بيسببه الفركتوز الفركتوز مشكلة لا وعندي فيديو ثاني بيقول لك سبب معظم الابراض هذا كله صادق عليه روبارت لاستيك روبارت لاستيك هذا هو عبارة عن مرجعي الأول الآن مرجعي الأول لأنه هذا عنده خبرة أربعين سنة في معالجة الناس في معالجة الناس وتجاربه مش على الفئران والأرانب لا تجاربه على البشر يعني يعطوه حالات ميؤوس منها وحلها حالات ميؤوس منها وحلها وكلامه صحيح مية بالمية والآن بدأت بدأ الأطباء العربي يتبعوه شوي شوي ياريت كلهم يتبعوه وريحوا الشعب والناس من الأدوية وبلوية وعندي برضو مدرع ثاني اللي هو جيسون فانغ أول إنسان دلني على هذه الطريق أول إنسان أول شخص أول طبيب اسمعت له في اليوتيوب كان جيسون فانغ وعندي تيم نوكس هذول كلهم فطاحل ومشهود في كلامه بستة عشر ألف ورقة بحثية علمية هذا برضو مرجع من مراجعي وهذا أيضا جون يدكن هذا جون يدكن هذا كتابه أشهر كتابه اللي طمسو تقريبا عن السكر حقيقة السكر وهذا ذكرته إن شاء الله راح أعطيكو خلاصته غير عن هيك خبرتي خبرتي أنا نفسي بقولك أنا خلصت من النوع الثاني بالحمية طبعا بدون أدوية وكذا وإلي سبع سنوات بحمد الله سبع سنوات وقال إنه الدهون الحيوانية ممتازة عندي فيديو عن الدهون الحيوانية وطلعوا ميت واحد يقولوا لي كلامك غلط لا مش غلط كل هذا بسبب اللي جابه هذا هذا اللي خرب البشرية هذا هو هذا هو اللي هو أنس الكيز وهذا الفيديو برضو موجود في القناة بإمكانك مشاهدته وذكر الزيوت المهدرجة أو الزيوت النباتية أو الزيوت البذور هذه بقولك مصيبة هذه مشكلة وهذا ذكرت الكلام أيضا ذكرت وقلت يا عمي خراب كله من زيت النباتي هذا أو زيت البذور وإذا بدك تشوف شو رح تتعلم من هذه القناة وشو رح تستفيد إن شاء الله ادخل على هذا الفيديو اللي موجود أيضا في القناة وموجود في يعني أول ما تدخل على القناة بتلاقيه هذا شاهده وإن شاء الله إنك بتستفيد إخواني وأخواتي ما يحدث في بلداننا العربية وأنا أتكلم هنا من الناحية الطبية وخاصة ما يخص السكري هذه في الحلقة هاي ما يخص السكري شيء محزن جدا وأقول بلداننا العربية لأنه في قناتي الأجنبية ما أرسل لي حدا تعليقات مثل التعليقات اللي بتجينا في قناة العربية القناة العربية ولا الأسئلة يعني المعلقين بيسألوها حول مرض السكري واللي شيري صار معهم ما بتجيني إلا في القناة العربية عشان هيك أنا أقول ما يحدث في بلداننا العربية وخلينا نشوف أول مثال هذا تعليق موجود في أول تعليق على فيديو التمارين والسمنة الفيديو الأخير اللي رفعنا أخت من الجزائر تقول أنا مريضة سكر نوع أول زي ما أنتم لاحظين في خط تحت أنا مريضة سكر نوع أول وأخذ أنسولين وأفكر أعمل مثل حضرتك يعني أوقف الأنسولين أوقف الأدوية لأني مريضة عندي مشاكل في الكبد يعني وعندي سنوات أتعامل مع هذا بدون أدوية فقط أكل وأعشاب وجسمي كان متأقلم مع الفيروس أو المشكلة اللي موجودة عندها في الكبد لأني ما أشرب أدوية انصحني ماذا أفعل طيب رديت يعني رديت عليها سألتها كم عمرك هذا واحد كم عمرك ومتى اكتشفتي أنه عندك مشكلة السكري ردت عندي شهر يعني إلي شهر أخذ الإنسولين وذلك لأني عملت تحليل وجدت السكر التراكم إحدى عش والطبيبة أعطتني إنسولين ويس لغاية الآن تمام أقول لهذه الطبيبة يجب أن تعيد النظر في كل اللي تعلمتين وكلامي أيضا موجه لأي طبيب آخر عنده نفس التصرفات يعني أول ما يجي المريض على طول يعطي إنسولين أو يعطي أدوية من غير ما ينصحه ورح نعرف الأسباب على الأقل في البداية نعرف الأسباب اللي في التعليق اللي إجاب وبقول مرة ثانية أنه هذا التعليق موجود في فيديو التمارين الفيديو اللي رفعناه آخر مرة في أول تعليق هي ردت على أول تعليق الآن بتقولين لأنه عندها سكر من النوع الأول أنت عارفة شو معنى سكر من النوع الأول وسكر من النوع الثاني عارفة ولا مش عارفة إذا مش عارفة شاهدي أحد الفيديوهات اللي موجودة عندي في القناة عشان تعرفي أنت الطبيبة عشان تعرفي شو السكر النوع الأول وشو السكر النوع الثاني مشكلة ومصيبة ثانية أنت بتقولي يعني عمرها هي بتقولي عمرها 53 سنة سؤالي كيف عاشت 52 سنة كيف عاشت بتقولي نوع أول نوع أول معناها ما فيش إنسولين طب كيف عايشت وبعدين كيف تكون التراكم 11 وتعطيها إنسولين بعدين وهذه مش أول حالة ولا أول تعليق يعني عندي تقريبا 300 فيديو في القناة كل فيديو بنزل عليه نفس التعليقات خاصة موضوع السكر عليه نفس السؤال رحت عند الطبيب وعطاني كذا رحت عندي سكر التراكم 109 والطبيب اعطاني مش عارف إيش والطبيب اعطاني إنسولين هذا حرام هل تعتقد أخي الكريم إنه هذه مشكلة أو مصيبة أنا بسميها مصيبة وإنت أخي الكريم يعني الإنسان اللي يشكو من السكري يجب أن تعيد النظر باللي بقولك يا الطبيب لا يجب أن تعيد النظر ادرس اتعلم ابحث لازم تعرف أنه هذا كل الأمور هاي تغيرت وهينا قاعدين بنشرح ليش تغيرت وليش الطبيب هذا نصف كلامهم خطأ هذا دليل ثاني دليل آخر كتاب الطبخ الصحي لمرضى السكري أو لمريض السكري صادر عن هيئة حكومية في إحدى الدول العربية وما فيش داعي أذكر أي دولة هذا الكتاب إعداد وتقديم الدكتور فلان مدير الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة الدكتورة فلانة مديرة البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري الدكتورة فلانة أخصائية أو أخصائي الصحة العامة بالبرنامج الوطني لمكافحة السكري أو داء السكري الدكتورة فلانة أخصائي طب المجتمع بالبرنامج الوطني لمكافحة داء السكري الأستاذة فلانة من المجموعة الموجودة في البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري يعني هذول أطباء هذول كلهم أطباء وماسكين مناصر وبعطوا نصائح للناس وخلينا نشوف شو النصائح اللي بعطوها كوجبات صحية للي عنده سكري هذا مثال مناجيش الزعتر مناجيش الزعتر مناجيش الزعتر بقول لك اللي ما بيعرشون مناجيش الزعتر هي عبارة عن خبز وعليه زيت وزعتر ومخبوص بالفرن كوب من الماء نص ملعق شاي سكر حبيبات ربع ملعق خميرة مش مشكلة ثلاث أكواب دقيق ملعق تنسحونك زعتر مجفف سمسم ما فيش على الاعتراض الاعتراض على ثلاث أكواب أو ثلاث كوب دقيق ثلاث أكواب دقيق هذولا كوب الدقيق لو قلنا مثلا الكوب فيه ثلاثمائة غرام أو خلينا نقول يعني هذا تقريبا نص كيلو خبز مثلا خلينا نقول نص كيلو نص كيلو خبز هذا كم فيه سكر هذا كله رح يتحول لسكر كم فيه سكر هذا صحي للي عنده سكري هذا أكل صحي للي عنده سكري نشوف مثال ثاني حساء الجزر بنقول لها عشر حبات جزر شرائح يعني هذا لا يعني أنهم عشر شرائح من الجزر لأنها ما بتعمل شربة أو حساء الجزر عشر جزرات هاي سبعين غرام سكر نص ملعقة طعام سكر هاي كمان خلينا نقول نص ملعقة طعام خمسة هاي خمسة وسبعين ثلاث ملعقة كبيرة من الطحيم هذولا كديش فيهم سكر يعني أربع أقواب من الحليب خالية الدسم هذه مصيبة أربع أقواب حليب خالية الدسم يعني لو قالوا بدسم بظل أفضل لو قالوا يعني كامل الدسم بظل أفضل شوفوا هالأمثلة يا أخواني والأمثلة كثيرة جدا 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 ممكن أحد الأشخاص يطلع وقول يعني أنت بتعرف أكثر من هؤلاء الأطباء تعرف أكثر منهم أقول نعم بما يتعلق بعلم الطعام وعلم التغذية والسكري أنا أعرف أكثر منهم حتى لو كانت خبرتهم أربعين سنة ليه لأنه معلوماتي أكثر منه أولا لأنه اللي متاح إلي ومتاح إليك أخي المشاهد الكريم والمستمع الكريم اللي متاح إلي وإليك الآن ما كان متاح له من أربعين سنة إلا إذا كان مواضب لركبة العلم والبحوث وكذا لغاية اليوم يعني يكون آخر المعلومات اللي طلعت بعد البحوث وبعد الفضايح اللي طلعت على العلم القديم وكذا يكون مواضب يعني عليها هذا بيكون هيك تمام بتمام أما تجيب لي معلومات تتعلمت في الستينات والسبعينات اللي الفرضت عليك زي ما احنا عارفين لا أنا معلوماتي أفضل وفي نفس الكتاب حطين لك حلويات لمريض السكري شو الحلويات اللي هي البانكيك هاي مع العسل الصبح نمورة أو الهريسة الهريس يعني أو البسبوسة بالمصري مش عارف إيش اللي هذا الكيك شو هذا شو هذا؟ هذا طعام إنسان عنده سكري ولا تعطيه هاي الوصفات وتعطيه أدوية كأنك شغال مع شركات الأدوية يعني تعطيه هاي الوصفات وتكثر له الأدوية من دولة 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5 هيك هي عشان هيك بتساءل انت الحساب مين بتعمل انت يا طبيب تعمل الحساب مين عشان يتعالج الإنسان اللي بيجي عندك يطلب مساعدتك ولا الحساب شركات الأدوية بدنا نعرف بدنا نفهم يعني الحساب مين بتشتغل بعدين إخواني وأخواتي أنا عندي قناعة طبيب بغلط غلطة واحدة غلطة واحدة معي بقطع هذا بانساني هائيا ما بتعمل معه ليه؟ بالعقل والمنطق ما في إنسان رح يشرب كاسة مي كاسة مي وانت عارف إنه فيها نقطة واحدة من السم ما بتشربها بتلغيها كلها بترميها كلها وأنا بالنسبة إلي هيك هذه عندي قناتي الإخوة المشاهدين والمستمعين إذا عندك رأي آخر هذا برجع لك وطبعا كل إنسان عنده الخيار لكن بالنسبة إلي طبيب واحد يعطيني معلوم بلاشي علجني معلومة واحدة خاطئة معلومة واحدة اعتبروا هذا نسيت إنه طبيبنا ولا برد على كلامه نهائيا ولما تروح على الطبيب بتشكيله من أي شيء أول شيء بيبدأ فيه بيقول لك هاي الأدوية وروح اصرف الدول فلاني مش عارف إيش والدول علاني أول شيء وبالنسبة للي عنده سكري بيقول له هذا يعني هذا مرض يجاك مدى الحياة وما بتقدرش تعيش بلا أدوية ومش عارف إيش وكل مرة رح تزداد الأدوية لأنه هذا مرض ما بتقدرش تخلص نحن نتكلم على السكر النوع الثاني ما بتقدر تتخلص منه يا سلام وما بيجيب لك سيرة الأكل نهائيا ما بيسألك شو بتاكل شو بتفطر شو نوعية النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه هل تأكل نشويات كثير هل تأكل سكر كثير هل تأكل فواكه كثير عشان هيك عندك التراكم المرتفع ما فيش الكلام هذا ما بيحكوش بأنه فيه بالمرة لأنهم مبرمجين فورا أول ما إنسان يسير عنده مشكلة اعطيه أدوية هذا اليمين اللي أقسموا اعطيه أدوية اعطيه أدوية اعطيه أدوية لصالح مين هذا هذا لصالح شركات الأدوية طيب ليش ما بيجيب معظم الأطب أنا بتكلم عن معظم الأطب اللي مروا عليه ما بيجيب ست الطعام والأكل والحب نهائي ما بيجيب لك سيرته ليش طيب ما هو أرياح له أرياح له يقعد يشرح ويضيع وقته في أطب إحنا عنا هون في ماليزيا زيارة تكيله خمس دقائق ما بتزيدش على خمس دقائق بتلاقي العيادة عنده فيها من الصبح من ساعة ما ييجي تسعة تسعة ونص لغاية ما يسكره الساعة ثمانية بالليل أكثر من خمسمائة حالة كل يوم فيش خمس دقائق خمس دقائق بس أما يقعد إلا طبيب واحد صديقي هارفندر هو بنجابي هذا بشرح لك بالتفصيل المبل يعني غلب خمس واربعين دقائق ساعة بتفرقش عنده المهمة فهمك شو الحالة وفهمك شو الحل الأفضل قبل ما يكتب لك أي نوع دواء وعنا هون الأدوية مش بس يعني تنصرف من عند الطبيب وبوخ الثمانها الطبيب بعد هيك بدك تجدد يا بتجيبها من عند الطبيب يا بتجيبها من الصيدانية لكن في أمثلة كثيرة وهي نماشين في الموضوع إنه كيف يعني رح يشتغلوا أو كيف بيشتغلوا الأطبة هاي لحساب شركات الأدوية وكيف ترشيهم شركات الأدوية هذا إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله وطبعا إذا الطبيب أعطاك ثلاث أربعة عنواة أدوية بيصير عمنا فضول شو الهدف من إعطائي هاي الأدوية على طول عشان تتعالج عشان تتعالج أنا سؤالي لكل طبيب بتصرف هاي التصرفات طبعا مرة ثانية وثالثة ورابعة لا أقصد الجراحين ليش الجراحين بيعملوا عمليات بنقذ أرواح ناس وهي مرة بتعدي وبتروح خلاص انتهى الموضوع واحد عنده جرح يخيطه إياه رجله مكسورة أو إيده مكسورة يعني هذا مرة بيروح عند الطبيب مرة خلاص بتعالج وبرجع إحنا بنتكلم على الأمراض اللي بيقولوا عنها مزمنة ولا يمكن حلها أنا بدي أسألك سؤال الأدوية اللي بتعطيها انت مؤمن إنها بتعالجه انت تؤمن كطبيب أو طبيبة إنها بتعالجه السكري بالذات وكمان سبع أمراض مثله ما لها علاج وانت عارف هذا الكلام اللي إذا كنت مغيب بس غير هيك ما بقول انت عارف إنه هاي الأدوية عبارة عن مسكنات بس يعني مثلا دواء السكري بنزل السكري بالدم طبعا بنزل السكري بالدم بس حل المشكلة ما حلش المشكلة يعني اللي بيكون عنده مثلا ثمانية أو سبعة تراكمية أو كده أو السكر اليومي بيأخذ حبة متفورمين أو حبتين أو ثلاث بنزل السكري بيصير في مستوى طبيعي آه بس حلت المشكلة ما حلت المشكلة صح وبعدين السكر هذا وين بروح على الخلايا وبتخزل بعدش ويع العسل ودهون ما فيش غير هيك فليش ما نعطين حل صحيح من الأول وبعدين شو هي أو الخلف كلها كلها هاي ما لهاش علاج هاي علاج هاي شيء واحد الغذاء الغذاء شو اللي بناكله ونلحقها قبل ما تبدأ وقبل ما تيجي هذه المشاكل ما لهاش علاج كبد الدهني ما لها علاج لغاية ما تنحل المشكلة أو منحل المشكلة بنفسنا عن طريق الأكل اللي بنوكله الطبيب أو الطبيبة الفهمان وعنده ضمير فهمان وعنده ضمير ممكن يكون عندك ضمير لكن انت مغيب مش عارف دارس على يد واحد درس من 60 سنة خليك معي المفروض أنك تقول له هذا عرض وإمكانك وبإمكانك السيطرة عليه كيف؟ إنك تلغي نظام الحمي الأمريكي اللي بيقول لك 300 غرام كربوهايدرات كل يوم بس إلغي هذا هذا كبداية وقطع السكر شوف شو بيصير عندك في التراكم شوف شو بيصير في التراكم وفي صحتك بشكل عام والآن إحنا بنعرف أنه أطباء التغذية والأطباء بشكل عام اللي درسوه من الأربع عقودة والخمس عقود الماضية انفرض عليهم من وين؟ شركات الأدوية وصناع الأغذية صناع السكر وصناع زيوت البذور شركات الأغذية هاي بتدفع اللي بيسموها تبرعات بيدفعوها تبرعات وهي عبارة عن رشاوي لمين؟ لمنظمة القلب الأمريكية لدائرة الغذاء والدواء لجمعية السكر الأمريكية وهلو ما جرى؟ ولا سؤال لبعض الأطباء ماذا عنك أنت؟ هل تأتيك رشوة مثلا من صناع الأدوية؟ أم درست على يد بروفيسور تم يعني تم إعطاء الرشوة؟ وأنا أرجح الاحتمال الثاني أنه البروفيسور اللي درسك أو البروفيسور اللي درسه حصل على رشوة بطريقة أو بأخرى ليه؟ لأنه من الأسهل على شركات الأدوية إنها تجيب بروفيسور كبير ومعروف وتشتريه بشوية فلوس وتشتريه بمؤتمر وتلعبهم كثيرة ويصير درسك أنه هذا الدواء من أفضل الأدوية من أفضل الأدوية هل صدف أنك رحت لعند الطبيب وكان يعطيك دواء معين وقال لك هذا الدواء الجديد إيجي جديد؟ ولازم نغير لك الأدوية نغير لك الدواء بنوعه وهذه العينة مجانية وجربها ولما تخلص اشتريها من الصيدلية مش هيك؟ هاي توصيات شركات الأدوية خاصة لطب المتخصصين الطبيب المختصف يعني الأخصائي بتلاقيه أنا ما بقول كلهم أنا بقول البعض بتلاقيه بيعطيك عينة بجانب وقل لك بعد ما يتخلص أشتريها من الصيدلية ليه؟ لأن الأمراض هذه والأدوية هاي الصيدلي بيصرف لك إياه وبسجل اسم الطبيب بعدين الصيدلي بيبعث قائمة في أسماء الأطباء وقديش انباع وقديش كان وعمولتك بتوصل وطبعاً طرق تلاعبهم كثيرة كما ذكرت وإن شاء الله في حلقة كاملة عن كيف تتم رشوة بعض الأطباء وما ننسى إخواني وأخواتي المشاكل اللي طلعونا إياها بسبب البيض والإشاعات والخرافات والخزعبلات حول البيض وشرحت في هذا الفيديو أنا إنه البيض ما منه مشكلة إلي سابع سنوات آكل بيض كل يوم كل يوم وقلت لكم في نفس الفيديو أو في فيديو آخر لما فحصت الكوليسترول عندي في القمة بقول لي في القمة هذا موضوع من المواضيع وموضوع آخر طلعونا خمسين كذبة حول السكر مرض مزمن مش عارف إيش مش عارف السكر النوع الثاني مش عارف إيش مش عارف كذا وبارضو بارضو راح أعمل لك فيديو أورجيك الأكاذيب هاي كيف وكيف نقدر نرد عليه طلعونا أكاذيب حول اللحوم مضرة مصيبة هي اللي بتجيب الكوليسترول هي اللي بتجيب الجلطات اللحوم والدهون طبعا وطلعت في فيديو موجود في القناة وذكرت إنه هاي الدهون مفيدة جدا جدا المفيدة جدا جدا الدهون اللي هي الدهون الحيوانية أفضل مئة مرة من زيوت البذور والدهون النباتية والزيوت النباتية والأمور هاي وطلعونا قصة ثانية شو هي السعرات انت لما تشوف الليبل الليبل بتشوفه على ظهر أي منتج أي منتج اللي هي المقونات أو شو فيه يعني الليبل شو أول شي بيكونوا حطين السعرات ليش؟ عشانها مهمة لأن السعرات لازم تحسبها عشان تخفف وزنك هذه خرافة وأكبر كذبة في تاريخ الطب وبإذن الله انتظروني يعني الأسبوع القادم أو بعد أربع خمس أيام راح تنزل حلقة وبين لك أن السعرات هذه مشكلة يعني قلت ما تحسب سعرات ليه؟ الدليل أن الناس أو الإحصائيات العالمية أثبتت أن الناس خففت السعرات بشكل كبير كبير جدا صارت الناس تحسب بالملي لكن من 2002 أو من التسعينات لغاية 2022 نسبة السمنة تضاعفت عشر أضعاف عشر أضعاف هذا المفهوم المردد من 60 سنة لازم نغيره لازم نغيره واللي جابنا المصائب كلها زي ما بقول دائما اللي هو الطبيب أنسل كيز في بداية الستينات يعني هذا هذا سبب كل المشاكل وهو اللي أشعل هاي الفتيلة هو اللي أشعل هاي الفتيلة وصارت الناس أو الأطباء الثانين يتبعوا عمياني زي ما بقول الـ FDA وزي ما بقول منظمة القلب الأمريكية وزي ما بقول منظمة السكر الأمريكية ما بينفى إحنا نظل نكرر نفس المعلومات نفس المعلومات نفس المعلومات وإحنا عارفين أنه الطيب قاعد بتطور ورح يظل يتطور يعني مثلا كان يقول لك السكر عندك خمسة وستة بالعشرة أنت في مشكلة الآن صار يقوله سبعة إذا عندك الأنسلين أكثر من خمسة وعشرين أنت مصيبة أنت في مشكلة بيكون عندك الأنسلين عالي الآن بيقول لك لا أقل من عشرة والأوبتمال القمة ستة مش قاعد بتغير الموضوع فإنت إذا درست مثلا قابل عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة وبراسك إنه هيك الضل ماشي عليه الضل ماشي على نفس النظام وأول ما يجيك المريض فورا تعطيه أدوية فورا تعطيه أدوية ما بنفع وفي مشكلة ثانية اللي عنده مثلا مشكلة السمنة وبروح للطبيب شو بيقوله الطبيب الطبيب التغذية مثلا أو الطبيب العادي بيقوله أهم شيء إنك تلعب رياضة وكل زي ما بده لازم تخفف وزنك عشان تكون صحي المسألة بالعكس تماما يجب أن تكون صحي عشان تخفف وزنك هذا فيه شيء غلط اللي عنده المشاكل السمنة هاي فيه شيء غلط فيه مكان ما فيه شيء خطأ لازم نصلحه بالأول المشكلة إنه بيقول لك خبص زي ما بدك كل ما بنقول دايما تخبيص وأكل مأكلات سريعة وأكل مش عارف إيش وأكل ما هب ودب وبده خفف وزني ما بينفع ما بينفع بعدين عندي أنا كم سؤال يعني لنفرض إنه فيه إنسان مسن خمسة وسبعين ولا ثمانين سنة ولكنه سمين عنده سمنة هذا كيف العب رياضة بدي أعرف أنا هذا كيف بدي العب رياضة كيف ما هو سمين أولا وبعدين زلم كبير بالعمر يعني كيف بدي العب رياضة هذا فيه سر ثاني وسبب ثاني ممكن يخليه يخفف وزنه أكيد 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 بلاش الأطفال هذول اللي بنولده يعني من ساعة من ولده وعندهم سمنة وبلاوي شو ذنبهم هذول وكيف بدهم يلعبوا رياضة بالعقل بالدفع هذا الطفل طفل لسه مولود عمره شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا ستة هذا كي يبدو العب رياضة وهو عنده سمنة وعنده مشاكل اللي أمه قبل ما تخلفه هو في بطنها بدت عنده مقامة الإنسولين هذا هذا وهو داخل بطن أمه من قد أمه ما عندها إنسولين ومن قد ما بتوكل سكر بعدين بدي أعرف أنا بدي أعرف كيف كان شكل الناس في الستينات والسبعينات كيف كان شكل الناس كنت تلاقي سمنة منتشرة مثلا تلاقي السمنة منتشرة في كل الدنيا لا هيك كان شكل الناس في الستينات وفي السبعينات وحتى في الثمانينات هيك كان شكله هذا شكل الناس في الثمانينات هيك شكلهم كان ما فيش سمنة السمنة قليلة جدا الآن اطلع حواليك بس اطلع حواليك في المدينة اللي انت ساكن فيها اطلع حواليك أقول لك اقلع الصبح مثلا عشان تعد كم واحد عنده سمنة اللي بيمروا عليك في نفس الشارع عد شوف قديش ما كان هذا موجود كله هذا ما كان موجود نهائيا ما كان موجود الآن حتى الأطفال الأطفال عندهم سمنة يعني كنا زمان وإحنا في المدارس في الثمانينات وخمسة وثمانين اللي عنده سمنة هذا مشكلة يقجل من نفسه لأنه أغلبية الطلاب أغلبية الطلاب ما عندهم سمنة يعني مدرسة فيها ألف مثلا بتلاقي ثلاثة أربعة خمسة الآن روح على المدارس وشوف هذه بصيبة مشكلة فيه شيء غلط شو اللي تغير أكلنا كثير مأكولات سريعة تركيزنا على النشويات تركيزنا على كذا وتركيزنا على كذا لازم نفهمها وزي ما قلت حتى الأطفال بنولد الطفل وهو عنده سمنة عنده مشاكل صحية ما هو فيه سبب لهذه الأمور لازم نفتح عقولنا ونفهمها كمان في بعض الأطباء طبيب بتلاقي عنده المشكلة حتى مش خلاص متتبعه خلاص متتبعه هو طبيب لازم تقعد وتبحث طب أنا ليش عندي سمنة طيب ما هو أنا طبيب على الأقل دارس طب وقاعد بعالج الناس مساعد الناس أنا عندي مشكلة طب ما يفكر في نفسه بالأول عشان يحل هاي المشكلة اللي عنده وإخواني وأخواتي اللي عنده سمنة وحاب يتخلص منها فيش غير طريق واحد طريق واحد تتعبه تتبعه أو تتبعيه السمنة هاي بتقول وهذا موجود في الفيديو اللي موجود أيضا في قناة زي ما قلت لازم نغير هذا المفهوم المردد من ستين سنة لازم نغيره يطلع فلان أو علان أو أحد الأشخاص يقول لي ما هو الناس لا تحب التغيير الناس ترفض التغيير مين قالك هذا التغيير ضرورة من ضروريات الحياة ضروري ضروري عنا الناس بترفض كل ما لا يشبع دوافعها العاطفية عنا دوافع عاطفية دوافعنا العاطفية هاي اللي بيشبعها بنتقبله مهما كان التغيير ما بيشبعها بنرفضه أكيد مية بالمية هذا علم هذا علم هذا التخصصي عنا ستة عشر دافع عاطفي ستة عشر تحت مضاء يعني هم ستة هم لكن بتفرع بيصيروا 16 بلخص لك إياهم بربع كلمات شو هم الدوافع العاطفية وإن شاء الله راح أعملكم حلقة إذا طلبتوها في أول تعليق يعني أول تعليق تحلقوا عليه قول آه إحنا بدنا نعرفها شو هي الدوافع العاطفية هم ستة بالتفرع بيصيروا 16 وبلخص لك إياهم بربع كلمات الإنسان مهما كان وينما كان رجل امرأة شاب بنت ولد كله كله في لهم أمرين هذول المهمات جدا في حياته تجنب الألم أو اكتساب المتعة بس أو اثنين مع بعض يعني الإنسان ما بيحب يكون عنده ألم وبيحب يستمتع في حياته من غير مشاكل ومن غير كذا الناس ما بترفض التغيير الناس بترفض أو اللي برفض التغيير اللي بيستفيدوا من عدم التغيير صح اللي بيكون مستفيد من عدم التغيير هذا اللي بيقول لك تغيرش ما تغير هذا الطريق الأسلم هذا الطريق الصحيح عشان هيك بنقول لازم نتغير لازم نتغير هذول اللي بيرضوا التغيير هذولا فيه فيه علم اسمه علم صناعة الجهل ورح نعملكو حلقة عنه علم صناعة الجهل في ناس بدهم إياك ما تعرف في ناس بدهم إياك تضل مثلا إيش مش عارف الموضوع الفلاني ولا تبحث ولا تدرس وهذا رح ينزل الفيديو إن شاء الله اسمه خطورة صناعة الجهل ونشر التفاهة هذا فن 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 سياسات سياسات إلها متخصصين وعلماء نفسه مش عارف إيش عشان يتممون وهذا موجود مش مش موجود عشان هيك بقولي يا أخواني نتغير ونتعلم على قدر المستطاع قد ما قدرنا نتعلم وإنت الآن عندك الأمر سهل بدكش تحضر فيديوهات اللي موجودة في القناة ماشي ادخل على جوجل وحط الموضوع اللي بالدكية باللغة العربية أو باللغة الأجنبية لكن الأفضل اللغة الأجنبية وبعدين ترجم الصفحة على جوجل اكتب اللي بالدكية اللي بالدكية بتلاقي جوابه وبتدرسه بتعرف معلومات عنه بدك تعرف البطاطا قديش فيها سكر وقدي فيها نشا بس اكتب البطاطا بالانجليزي بس تطلع لك كل التفاصيل العلم مش مخبه هسه اللي متاح إنه ما كانش متاح قبل هيك أو قبل أي فترة من الفترات من الزمان الماضي ما فيه وان شاء الله الفيديو القادم كيف تتم رشوة بعض الأطباء كيف تتم رشوة بعض الأطباء وعطيكو الطرق المختلفة اللي ممكن يرشو فيها الأطباء حتى يخلوا دايما الشخص المريض محتاج للدواء لأنه إذا توقف هذا شركات الأدو شوين ترون بتسكر بتسكر أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان إنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه فيه شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو راح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code وDiabetes Code وأوبسيتي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيق من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأي وبرأي الشخصي هذا الكتاب هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير الذي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جداً على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضاً فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته